أبد أن نقف عندها أعزائي وهي نقطة مهمة جدا وهي أنه من الواضح وهذه نقطة بيني وبين الله إلى الآن نحن ندفع الثمن منها وندفع الثمن لها وهو أن هذا التفسير واضح أن صاحبه ومؤلفه يؤمن بتحريف القرآن وهذه هي الطامة الكبرى أعزائي اللي الآن ينسبون إلى الشيعة أن علماءهم يقولون بتحريف القرآن واحدة من أهم مستمسكات القائلين والذين ينسبون إلى مدرسة أهل البيت أنهم يقولون بالتحريف يستندون إلى ماذا؟ يستندون إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي ولعله ولعله والله العالم هذا يحتاج تحقيق من الأعزاء واقعا حققوا في هذه المسألة هل يوجد قائل بتحريف القرآن قبل علي بن إبراهيم قبل هذا التفسير أو لا يوجد لأن الجملة من من قال من علماء الإمامية أو من مدرسة أهل البيت أو من الأخبارية بتحريف القرآن قالوا أولا من قال بتحريف القرآن هو من؟ هو علي بن إبراهيم القمي والواقع أن علي بن إبراهيم القمي براء من مثل هذه الدعوة لأن هذا التفسير ليس تفسيره وإنما نسب إليه إما عمدا وغرضا وإما جهلا واشتباه ولذا أنتم عندما تراجعون الآن جملة من الأعلام حتى المعاصرين الذين مالوا إلى مسألة تحريف القرآن استندوا إلى كلمات من؟ استندوا إلى تكلمات علي بن إبراهيم القمي قالوا بأن هذا الرجل هو من الأوائل ومن المقاربين لعصر الغيبة الصغرى ومن الثقات ومن الأجل لا بد اطلع على أدلة قوية لتحريف القرآن حتى آمن بهذه القضية والقضية الثانية التي أعزائي التي هي الآن أيضا المستمسك لكثير من من أنكر هذه المسألة التفتولي أعزائي وهي توقيفية تسلسل الآيات في السورة الواحدة هل سأتركونا من مسألة ماذا؟ تحريف القرآن تعالوا معنا إلى أن هذه الآيات الموجودة في السورة الواحدة هل هي توقيفية أو ليست ماذا؟ أو ليست توقيفية؟ الآن تعلمون أن المسألة ماذا؟ محل الخلاف من أمثال السيد الطباء طبائي يقول لم يثبت أنها ماذا؟ هذا التسلسل توقيف إلا ما دل الدليل عليه وإلا آيات لم يثبت أنها توقيفية هذا التسلسل الموجود بأيدينا لا يثبت أنه توقيفي أيضا مصدره الأصلي من هو؟ علي بن إبراهيم القمي أو التفسير المنسوبي إليه لننزب إلى علي بن إبراهيم أو التفسير المنسوبي إليه وتعلمون أن هذه القضية لو تمت أعزائي معنى ذلك السياق في الآيات القرآنية هل يمكن بعد يمكن الاعتماد على السياق أو لا يمكن؟ لا يمكن إلا بعد إحرازي تسلسل ماذا؟ تسلسل الآيات وأنه هذا التسلسل توقيفي من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذن أعزائي هاتان مسألتان أساسيتان مصدرهما الأصلي هسا ما أريد أن أقول مصدرهما الأول مصدرهما الأصلي عند القدماء مسألة التحريف ومسألة عدم توقيفية تسلسل الآيات هذه مصدرها الأصلي أين؟ هذا التفسير المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي فإن ثبت أن هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم فواقعا يشكل خطرا كبيرا على المذهب وعلى مدرسة أهل البيت وأما إن لم يثبت كما هو الحق كما بينا إذن لا نعلم أن القائل من هو أساسا هل هو من أتباع مدرسة أهل البيت من المغالين من الأعداء من الوضاعين لا نعلم ذلك لا نعلم ولا يتبادر إلى ذقن عنه عندما أقول أن المؤلف من الوضاعين يعني بالضرورة أن كل الروايات الواردة فيه موضوع لا لا الوضاعون أيضا يعرفون ماذا يفعلون لابد أن يضعوا عشرة روايات صحيحة أو معتبرة أو مقبولة حتى تصدق ماذا حتى تصدق بالباق طبعا هذه المسألة من المسائل المهمة أعزائي وهو فيما يتعلق بترتيب وتوقيفية الآيات والصحيح كما أعتقد ذلك وكما توجد الشواهد كثيرا تثبت هذه الحقيقة أن هذا القرآن الذي بأيدينا هذا القرآن الذي بأيدينا جيبونا نسخة ملاء القرآن أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كما جمعه رسول الله صلى الله عليه وآله